موسيقى اشتركوا من خلال العنوان سنرى عيوب ومميزات وزيد لها مواصفات والسعر المتوقع هاتف شياومي الميونز لايت سانك جي في الاسواق الجزائرية بطبيعة الحال لما نطول عليكم نبدأ على بركة الله اولا مواصفة هذا الهاتف الهاتف هذا يدعم شبكة الاتصال حتى الجيل الخامس بما في ذلك الدوجي والطرواجي والكاتجي والسانك جي يدعم تركيب شريحتين نانو سيم الاثنان في وضع كنا هدروا على ابعاد هذا الهاتف يأتي هذا الهاتف بابعاد الارتفاع 160.5 ضرب العرض 75.7 وبسمك 6.8 ميليمتر وبوزن خفيف جدا ليتخطى 159 كران نروحوا نشوفوا الشاشة بالحديث عن الشاشة يضم هذا الهاتف شاشة كاملة بشكل الثقب من نوع امولاد بحجم 6.55 بوصة وبجودة FHD بلاس وبدقة 2400 ضرب 1080 بيكسل ومعدل تحديث 90 هردز كما انها محمية بزجاج غورنين غوريلا غلاس 3 كنا نحكيه على المعالج يجين هذا الهاتف مزود بمعالج 80 نوات من فئة Qualcomm Snapdragon 780G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانو متر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 642 كنا هدروا على نظام تشغيل اللي يعمل هاتف بنظام Android 11 مع وجهة مستخدم U12 ذاكرة يأتي هاتف Xiaomi مع اصدارين على مستوى الذاكرة الأول يضم ذاكرة وصول عشوائية بسيعة 6 جيجابايت رام والذاكرة الداخلية بحجم 128 جيجابايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم نروح و نشوف الكاميرا الخلفية يحتوي هذا الهاتف على ثلث كاميرات في الخلف بديقة 64 ميجا پيكسل وبفتحة عدسة F1.8 للكاميرا الرئيسية و بديقة 8 ميجا پيكسل بفتحة عدسة F2.2 للكاميرا بديقة 2 ميجا پيكسل بفتحة عدسة F2.4 للكاميرا الماكرو والهاتف هذا إضم فلاش ليد ثنائيا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة الكاتكا بمعدل 30 إطار في الثانية ويدعم أيضا خاصية تثبيت الإلكتروني للصور بالدواران بانوراما والSDR كنا هدروا لكاميرا السيلفي هي جينة بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 تدعم هي أيضا تصور الفيديوهات بدقة 180 بي بمعدل 30 إطار في الثانية كما أنها تدعم خاصية البانوراما والSDR كنا هدروا على البطارية هنا شاومي زودت هذا الهاتف بطارية بسعة 4250 ميلي أمبير تدعم تقنية شحن سريع بقوة 23 وات كنا هدروا على البصمة دي مدمجة في زر الباور متع هذا الهاتف يدعم هذا الهاتف خاصية الفيس إن لوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعرات أخرى مثل تسارع والدواران والقرب والبوصلة ذكا نروحوا نشوفوا مميزات هذا الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس ويدعم تصور الفيديوهات بجودة الكاتكا وعالج قوي جدا ويقدم أداء ممتاز في إجراء المهام الثقيلة وتشغيل ألعاب تصميم جيد جدا من الزجاج الكاميرا تقدم أداء جيد جدا مثل باقي هواتف هذه السلسلة يدعم مكبرات صوت مزدوجة كنا هدروا على البطارية هذه البطارية تصمد لفترة طويلة ويتم شحنها في وقت قصير بفضل تقنية شحن سريع 33 وات تقنية شاشة ممتازة ويوجد عليها طبقة حماية كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وزن الهاتف هذا خفيف للغاية مما يسهل عليك حمل الهاتف واستخدامه بيد واحدة ذلك نروح نشوف عيوب هذا الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري وشريحته اتصال في نفس الوقت لا يدعم منفل سماعات الأذن 3.5 مم السعر مرتفع نوعا ما ولكن هذا طبيعي مع هاتف يضم هذه المواصفات الكاميرا الخلفية بارزة على الظهر مما يسهل خدشها أو كسرها ذلك نروح نشوف السعر متوقع أنت هذا الهاتف في الأسواق الجزائرية سعر نسخة 8 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت رام بالدولار 2012 دولار أمريكي أي راح يكون سعر متوقع أنت هذه النسخة حوالي 80 ألف دينار جزائري أو 8 ملايين سنتيم إلى 85 ألف دينار جزائري خاطر هذا السعر متوقع بارك موج سعر رسمي اللي راح يدخل بهذا الهاتف في الأسواق الجزائرية يدخل إن شاء الله للأسواق الجزائرية راح ينهضر عليهم مليح ومليح شوفوكم في فيديو جاي إن شاء الله سعرف طوركم صلى الله في جمع الفيديو والأمارات هذو أيها السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر